أسرتي أسرة تعليم إنجلش أونلاين كل سنة هم تطيبين وبخير وصحة سعيدة يا رب عيد فتر ومبارك عليكم طب لو عايزة أقولها بالإنجلش هنقولها إزاي بالنسبة لعيد الفتر لو عايزين نقول كل سنة هم طيبين نسبة عيد الفتر هنقول هابي إيد هم عندهم المصلحات الإسلامية بيقولوها زيها هي هي بالإنجلش يعني مثلا العيد بنقول إيد عيد الفتر هنقول إيد الفتر رمضان رمضان وهكذا فهنقول هابي إيد أو هابي إيد الفتر ده بالنسبة لعيد الفتر لو عايزة أقول لك كل سنة هم تطيب بمناسبة عيد الفتر طيب كلمة عيد بقى عندهم كعيد أي عيد عندهم بيسموه فيست فيست فلو هيهنوا نفسهم هم بقى بأي عيد بنقول هابي فيست هابي فيست طب أنا بقى لو عايزة أقول لحد كل سنة هم تطيب بمناسبة أي حاجة يعني مثلا بمناسبة رمضان بمناسبة كريسمس بمناسبة عيد الأم بالنسبة عيد ميلاده هقولها له زي بالإنجليش هما بقى ما بيقولوش كل سنة طيب يعني زينا بالعربي كده كل سنة كل مناسبة بنقول بعض كل سنة طيب بغض النظر عن المناسبة دي لا هما بيحددوا يعني لو عندي مثلا رمضان بيحطوا كلمة happy في الأول وبعدين بيقولوا رمضان فهنقول happy Ramadan يبقى كل سنة طيب بمناسبة رمضان طيب عايزة أقولك كل سنة طيب بمناسبة عيد ميلادك هحط كلمة happy في الأول وبعدين هحط المناسبة يعني هقول Happy Birthday يعني كل سنة ونت طيب بمناسبة عيد ميلادك طيب عيد الأم Happy Mother Day يعني كل سنة ونت طيب بمناسبة عيد الأم طيب الكريسمس هنقول Happy Christmas يعني كل سنة ونت طيب بمناسبة الكريسمس وهكذا يبقى لما يجوا يقولوا كل سنة ونت طيب بمناسبة أي حاجة بيحطوا كلمة Happy الأول وبعليهن اسم المناسبة